السلام عليكم ورحمة الله انهيار سد في سودان بعد أنطار غزيرة شرق السودان في محافظة بورت سودان انهيار سد الأربعات الذي يخزن حوالي 25 مليون متر مكهب الحمد لله أنه ليس سد من السدود الكبيرة وإنه سد ذات تخزين متوسط انهياره أدى إلى كارثة في بورت سودان اختفت عدد من القرى وعدد كبير من الأراضي الفلاحية كذلك فقدان عشرات الأشخاص أمطار معتبرة ساقطت على هذه المناطق في السودان طبعا انهيار السدود أصبح شائعا خلال هذه السنوات بسبب الفيضانات المتكررة في عدة دول وكانت في السابق في السنة الماضية في ليبيا سد درنا طبعا السدود بحاجة إلى صيانة وتفريغها من الكميات الزائدة عند تساقط الأمطار حتى لا تنفجر أو تحدث بها تشققات فإنها ستحدث كارثة في المدن والقرى التي بعدها طبعا في السودان فقدان يعني عشرات الأشخاص وكذلك مساحات زراعية واسعة عدد من القرى بعد انهيار هذا السد خمسة وعشرين مليون متر مكعب كانت كافية لإغراق عدد من القرى والمساحات الزراعية الواسعة اللهم كن مع إخواننا في السودان